وحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ينضم إلينا من أرميل مباشرة عضل حزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ علي الفيلي أستاذ علي أهلا بك إذن تم الإعلان عن عقد جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل أين وصلت حوارات قيادات الديمقراطي والاتحاد حول مرشح التسوية مساء الخير عليك أستاذ ناطق وعلى مشاهدين قناتكم الموقع رأينا ما كانوا لحد الآن ليس هناك تسمية لرئيس الجمهورية كل حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بموقفه الحزب الديمقراطي الكردستاني يستند إلى عدة أمور ولكن الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني يعتكز على مسألة العرف السياسي السائد وهذا غير صحيح لأن العرف السياسي هو رئيس الجمهورية من استحقاق المكون الكردي وليس لحزب بعيني يجب أن يخضح داخل هذا المكون إلى عدة اعتبارات لماذا داخل المكون الشيعي يبحثون عن الكتلة الأكبر للتسمية رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر هو الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الفائز الأول على مستوى كردستان وأيضا الفائز الثاني أكبر حزب على مستوى العراق النقطة الثانية هناك آليات حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني لحفاظ على وحدة الصف والكلمة داخل البيت الكردي كما عملنا في عام 2014 عندما كان الصراع محتدم بين السيدين الدكتور فؤاد معصوم والسيد برهم صالح وكلاهما كان من الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك ولكن نواب الكرد هم من حسموا الموقف لصالح السيد فؤاد معصوم قبل أن يخضع لتصويت داخل مجلس النواب الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض كل هذه الآليات ويعتكز على العرف السياسي الساعد وهذا غير صحية يعني نائب رئيس مجلس النواب العراقي كان من حركة التغيير اليوم حركة التغيير لا يملك أي نائب هل من المعقول نقول بأنه العرف السياسي يجب أن يكون النائب ما زال من حركة التغيير هذا غير صحية لكن هناك مجاملة للاتحاد الوطني الكردستاني على مواقفهم السابقة ولكن العملية السياسية لا تبنى على المجاملات ويجب أن كل الذي حق يأخذ حقه ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني منفتح لحد الآن على كل الآراء التي تأتي واجتماع يوم أمس مع فخامة الرئيس مسعود البرزاني وفد الإطار التنسيقي إضافة للسيد محمد حلبوسي رئيس السلطة التشريحية كان اجتماعا صريحا يعني بحثت فيه كثير من القضايا وخصوصا أيضا وجود مرشح رئاسة الوزراء ورئيس هيئة الحجد الشعبي ولكن مسألة رئيس الجمهورية لم تحسم وأنا لا أعتقد اجتماع بعد غد يوم الخميس سوف يسمى رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع أنا أؤكد العملية السياسية حاليا هي بقدم واحدة فكيف إذا انسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القدم أيضا تكون عرجاء يعني من غير ممكن أن تسير العملية السياسية بهذا الشكل بعد أن تعرض لهذا التصدع انصح التعبير بعد انسحاب التيار الصدري من العملية